بسم الله الرحمن الرحيم ثم ركع أطال ثم رفع ثم سجد فأطال دون الركوع فالسجود دائما أقل من الركوع الركوع هو الذي يطيل فيه الإنسان ويخفف في السجود إلا إذا أراد أن يدعو فباب مفتوح بس هذا إذا كان منفردا إذا كان إماما يراعي الناس يراعي المؤمومين خلفه لكن لا يستجد السجدة الأخيرة أطول من باقي السجدات بحكم أنها يعني وداعية خلص آخر السجدة فيطيل فيها السجود هذا غير صحيح أبدا إطالة السجود للدعاء في الركعة الأخيرة لا غير صحيح هذا هذا غير صحيح تكلمنا فيه مرة غير صحيح بل يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يجد له أن يطيل السجود بحجة قبل مفارقة الصلاة هذا غير صحيح الأصل إنما جوع الإمام ليتم به إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا يتابع الإمام لا يطيل في السجود بحجة ولا الإمام له أن يطيل في السجود يعني يفرق بين الركعات أو بين السجدات سجد الأخير أطول سجد الثالثة أطول ميجز يلتزم بطريقة واحدة في سجوده والله أعلم سدخي الاشدار على سجودان سدخي الوضيع